من جهة أخرى أعلنت وزارة التجارة عن تنازلها عن الشكوى القضائية ضد النائب هادي السلامي والتي صدر بها حكم قضائي بسجن النائب لستة أشهر وذكرت الوزارة في بيان أنها قدمت طلبا إلى محكمة جنح الكرغ المختصة بقضايا النزاهة يؤكد حرصها على هيبة السلطة التشريعية وللحفاظ على العلاقة المتميزة مع مجلس النواب وبما يضمن استمراريتها بشكل يحقق أفضل الخدمات للشعب فإن الوزارة لا تطلب الشكوى بحق المومة إليها وكانت محكمة جنح الكرغ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما على النائب هادي السلامي باستجن لستة أشهر وغرامة مالية مقدارها مليون دينار وذلك على خلفية دعوة قضائية رفعتها ضده وزارة التجارة تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية